مجد البرلمان وبيشتغل وبيعمل جلسات وبيشوف هموم البلد والإعلام قاعد يشوف في صورته ويقول بقى الفطير وجلسة المش عارفة ايه فين فين الإعلام الموضوعي الذي يظهر الصورة الحقيقية بجوانبها كافة هقول لحظاتك مبدئين خلينا نتفق انه الأهداف الخاصة بوجود برلمان في أي دولة في الدنيا كلها تقريبا هي الأهداف اللي بتفرض وجود إعلام حر ومستقر في نفس الدولة اللي كنون بيقوموا بأدوار من مواقع مختلفة لخدمة الرأي العام وخدمة المواطن سواء حتى درر أساسي للبرلمان اللي هو التشريع والرقابة هتلاقي ان الإعلام أيضا عنده علاقة وثيقة جدا بالتشريع والرقابة بمعنى الرقابة طبعا جيب عروفة والتشريع انه هو بيدير حوار دائما المفروض ان الإعلام ان يكون وعاء للحوار الوطني حول التشريعات والقوانين المختلفة ويفيد البرلمان وجود أزمة بين الطرفين زي ما حضرتك قلت انها بدأت بتوتر مكتوم ثم أصبح ظاهرا للجميع بيؤكد ان هناك خلل ما ربما في الجانبين أو جانب واحد أو الجانبين بنسب مختلفة وفي العلاقة بينهما ربما تخبرت حضرتك الصحفية هنا عايزة حدد شوي منها جاي لك خليني أقولك ان هناك مشكلة في البرلمان المصري بعتقد أنا مختلف معها وبعتقد انها أحد الجوانب أو الأسباب الأساسية لهذه الأزمة أو نقدر نقول الاشتباك اللي بيحصل من فترة للتانية انه المفروض ان البرلمان في أي دولة في الدنيا كلها بيقوم بدور تجاه المواطن المصري زي ما الاعلام بيقوم بدور طيب عدم إذاعة وبث الجلسات الخاصة بالبرلمان لكي تظهر أمام الرأي العام ده أدى إلى أن الإعلام أصبح غزبا عنه أو رغما عنه بيقوم بدور رقابة على البرلمان لأنه هو المواطن مش شايف ده واحد اتنين انه النقل هنا نقل الإعلام لما يحدث في البرلمان هو حمال أوجه بقى واختلاف وجهات النظر ليه لأن الناس مش شايف على الهوى اللي بيحصل فالإعلام لما يقول حاجة عن أداء البرلمان وجلساته ولجانه الناس هتقراها أو هتشوفها أو هتسمعها فالبرلمان يقول يا جماعة مش ده اللي حصل بالزبط تمام هي في الأول وفي الآخر معروف معروف في الدنيا كلها أنه الصحافة أو الإعلام وجهات نظر في الأول وفي الآخر حتى نقل الخبر نفسه وصياغة الخبر ووضعه في مكان ما في الصحيفة هو وجهة نظر ده قاعدة عالمية لا بس فيه جزية تعلق بالزبط يعني كنت حاكل فيه جزء يتعلق بمعلومات ما أنا جايلك هوا نيوز آر فيوز ده قاعدة عالمية الأخبار وجهات نظر وجهات نظر في إيه طبعا هذا لا يعني أن احنا نحرف المعلومات أو نخلط بين الرأي والخبر أو نصدر مشهد بعينه دون الأه لكن في كل الدنيا في كل الدنيا الخبر نفسه وضعه في مكان ما أو الاهتمام بيه بعبر عن تواقه أو رصد ردود أفعال عليه أو وضعه في ملف متكامل ده وجهة نظر في الأول وفي الآخر بيختلف من صحيفة للتانية وبالتالي النقاش الدائم دائما حدث أو لم يحدث ده واحد اتنين هو المواطن مش شايف فبالتالي من حق كل طرف من يقول ده حصل أو بالطريقة دي أو غير لا بس دينا الإعلام عليه دور كبير أنا عين الناس طالما هي مش شايفة تمام تمام لما يكون البرلمان المصري في مرحلة حساسة جدا زي دي بيقوم بدور مهم جدا من وجهة نظر ومن وجهة نظرنا كلنا البرلمان هو القائم على التشريع والرقاب والإعلام بيراقب وهو عين المواطن على البرلمان والحقيقة مش ظهرة على الهواء مباشرة لازم يحصل خلاف بين الاثنين ده العامل الأول العامل الثاني المهم في المسألة دي إنه نتيجة لغياب البرلمان فترة أنا بحاول حلل ودي وجهة نظر شخصية يعني تحتمل الصابقة والخطأ نتيجة لغياب البرلمانات الحقيقية في فترات طويلة تاريخيا في مصر ونتيجة لأنه البلد نفسها في حالة صعبة شوية حالة بناء دولة جديدة فالبرلمان المصري الحالي دلوقتي بيدفع ثمن فواتير سابقة اللي هي عدم الثقة في البرلمان وبالتالي الإعلام بعد ما قام على مدى سنوات طويلة خصوصا بعد 2011 قام بدور البرلمان بدون ما يشعر أصبح الإعلام هو الرقابة والتشريع والضغط والحوار والهجوم والدفاع وغيره فتنتزع منه السلطة الآن فهو آه هو قام بالدور ده دون أن يشعر لأنه ما فيش برلمان كان بيدغط على الحكومة والنظام في حاجات كتير لما جي البرلمان هو الإعلام قام بالدور ده بدون أن يشعر خديته الدنيا وقام بالدور البرلمان فهو دلوقتي بتتسحب منه فهو برضو دون أن يشعر شايف إن البرلمان ما يبيعاملش حاجة في جزء من الإعلام الكلام القضية الجوهرية في ده هذه نيران صديقة يا أصدقتي القضية الجوهرية وإن أسف أن أقطلت في هذه النقطة القضية الجوهرية فين إن إحنا لازم نتعلم إن الإعلام عندما يتناول القضايا المختلفة لا يجب أن نقوله أنت لازم تكون مؤيد طول الوقت أو معارض طول الوقت هناك نقد موضوعي إيجابي الرغبة بتاعتي وأنا بكتب أو بقول هل هي الصالح العام ولا ضغينة شخصية أو استهداف لكيان أو شخص ما فيش حد في الدنيا كلها يقدر يعترض أو يتضايق من نقد موضوعي أنا سيادة النائب صلاح حسب الله أو سيادة النائب مصطفى بكري أنا ممكن أنتقد أداءه في البرلمان في جلسة وأشيد به في جلسة تانية لأنه وجهات نظر أنا كرائي لكن في الآخر لو ده بيحصل ما كانتش بقى فيه مش كلا أنا رأيي أن فيه أخطاء صدرت من الطرفين في الإعلام فيه هجوم فيه تجاوز هذا وضحت أسباب فيه إساءة لكن أيضا أنا مختلف مع بعض الأشياء اللي بتطلع من البرلمان يعني ما كان ينبغي على رئيس المجلس الموقر أن يهاجم مؤسسة الأحرار أنا أدخل في الوقاعة هنقول التفاصيل لكن فيه أخطاء متبادلة خلينا لنエف شكرا